طيب سريعا كده هناخد السيسي كان طلعت صورة كده لواحد رائد فضاء مصري على الامر رافع صورة السيسي الصورة دي وكانوا الدولاجية او حسابات المؤيدة للسيسي كانت قالت لأ شوفوا مصر لوحد طلعه على الامر وطلع صورة السيسي وطبعا كان واضح جدا جدا ليه الضرير ان الصورة فيك لانه يا جماعة ما وصلتش ان احنا لحد الوقت مش عارفين ازاي تبقى يعني بص يعني الصورة فيك يعني واضحة لكن الحقيقة انه طلعت القصة مصر رواد الفيسبوك يحلقونا بالسيسي الى القمر ده اللي قالته او قاله صفحة راديو مونت كارلو قالت تنتشر الصورة على المواقع الاجتماعي فيسبوك يدعي نشروها انها تظهر صورة السيسي على سطح القمر يحملها عمرو محمد او الشاب مصري يسعد الفلاء بحسب التعليق المرفق لكن الصورة في الحقيقة ده مونت كارلو راديو مونت كارلو مركبة والشاب المسكور لم يصعد الى القمر بل فز بمسابقة يوتيوب سبايس لاب عام الفين واثناشر وكانت الجائزة ان يجري علماء وكالة الفضاء الملكية التجربة العملية التي اخترحها في الفضاء ده راديو مونت كارلو الناس بقى علىها يتقلق حصل انا كنت راكب المكوك وانزلت اجيب سجاير ودفتر بفرة رزلة من الكشك اللي عن ناصية الامر لقيت صاحب الكشك معلق صورة السيسي في الكشك كله بقى ايه اشتغل بقى انت متخيل يا مؤمن شوف مؤمن انت جاي معا في حتة حتة انت متخيل ان في ناس وسطينا معتقين في عيل من البحيرة صعد للقمر عشان يحط السيسي صورة السيسي على الامر تم ممكن تتخيل كمان ان نشر الهراء ده صفحة مطابلتية اسمها محبي ابناء القوات المسلحة مصرية وعليها عشرات الالاف من المطابلتية المتابعين صاحب الحساب ده بيقول كم فيه بقى تويت من كم يوم على الشاب مصري قال خير الله ما اجعله خير قال وكالة ناس اختارت ويطلع معهم رحلة الامر وحطين صورة الشاب على الامر وماسك صورة السيسي والله العظيم الكلام ده بجد والتعليبات بقى من نوعية الجيش والشعب ايد واحدة وتحية مصر ستالاف مرة وحاجة اخر عبس والله الحقيقة احمد العرق او صاحب الحساب يقول الشر البلية ما يضحك افرض ان صعود هذا الشاب المصري على ستاح الامر صحيح ورفعوا السيسي ماذا يغير من السيسي لا يغير من تفاهته وحقرته ولو شعره الحقيقة انا نفسي بعتولي الناس اقول لي السورة الحقيقة طبعا ما كانش ليه نفسها يعني علق لان اللي هيسأل بس كونك تسأل بس السورة بجد ولا فانت ارتكبت خطأ في حق عقلك الحقيقة انه الخبر اللي جاي احنا لقينه على الدوتش فيلا فلما انت تبقى مصري وتشوف خبر على الدوتش فيلا بالشكل ده تدائي الخبر بيقول تحليل مش خبر مصر ارتفاع حدة التعاسة رغم معدلات النمو العالية دوتش فيلا دي قناة وموقع اغبالي الماني الماني بس انا مش عرف تفاصيل يعني خلاص يعني ارتفاع حدة التعاسة تحليل كامل عملته الدوتش فيلا عن التعاسة نشوف الفيديو جرافي جاي ده التعاسة وابرز امراض او جرائم التردي لحوال المعيشة وحواليسها عاملة ازاي نشوف الفيديو جرافي ده تجديد حبس مهندس زراعي قتل زوجته بسبب مصروف البيت في اوسيم زوج يشعل النار في زوجته ويؤكد ولعت فيها بعدما تعبت من الديون المتهم بذبح زوجته في بنها طلبت مني خمسمائة جنيه زيادة في المصاريف تلك الجرائم في اقل من شهر وكان الفقر هو الدافع اللي يزروفه صحبة يفضل يشتغل لما ما ينمشي عشان يغير من حياته شهر يوليو الفين وتسعة عشر سجل معدلات مرتفعة في جرائم القتل بانحاء الجمهورية كانت احتياجات المعيشة المشترك الاكبر في تلك الجرائم محافظة الجيزة والقاهرة تصدرت القائمة بواقع ستة عشر جريمة قتل كل ما تضغط على الشعب من مرافل وقهرابة ومية واسجل تجاري وبلوزارة ونظافة وديه 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 كل ده حينفجر حيحصل انفجار في عالم النار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اعلن ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل الى 32.5 من عدد السكان تراجع مصر في الكثير من المؤشرات يواصل الاستمرار فتتذيل مصر دول العالم في مؤشر الحريات والصحة والتعليم ومستوى المعيشة ولا يزال جنرال العسكر يطالب المصريين بالصبر لسنوات قادمة ان كان مقبول ان اقول جميل المصريين او عرفان مني باللي انتو عملتوه وبتعملوه وحتى تعملوه ان شاء الله خلال السنين اللي جاية عشان كده في تقرير حوالين رأيي الناس في نسبة الفقر اللي في مصر نتشوفها كده فانا اعتقد الفقر في مصر عدد تسعين في المية نظرا لزروف الغلاء وان الداخل اصلا بيكفيش اي شخص في مصر بيعيش بيه مع قمة تجدفع الاسعار والكهرباء والغاز وكل الكلام ده كله والمدارس والمدرسين والاعياد طب الناس هتروفين يعني لا بالعكيد طبعا باين انها زادت في المجتمع يعني زادت بسبب بتشوفوا في الناس وتشوفوا الوضاع المالية الاقتصادية في الوضع الحالي كله نازل في النازل لا هي زادت بس لنا شايفاء انشاء في الطرق والكبار لكن الناس بتصرخ من الاكل والشرب حتى بعد حاجات السلع اللي اتخفضت في اماكن مختلفة بس لا الناس بتصرخ في السكن في المدارس في كله انا مش عايزة توري وكباري انا عايزة اعيش امنى اكليالي ما مديش دير الحرام اكيد زادت اكيد بتشوفوا دلوقت ان البنزين بياغلى مسلا فالاسعار بتزيد فطبيعا ان النسبة ده هتزيد لا هتزيد هتزيد بنسبة كبيرة كمان المعدل اللي تفعل الاسعار ده كتير اعلى من طبيعي فبتلا يخلي الناس كلها تنزل الشريحة تقل شوية دي رافعت مشتها زادت بقت تسعين حاجة في الرنجلة يعني الطبقة الوسطى اصلا ما بقتش وسطة بقت تحت خالص خلاص ما فيش طبقة وسطة زادت في ناس طعبانة كتير تفهمني؟ يعني بقت 80% مش 30% متحدث الرئاسة بيكلم على انهم وقعوا عقد مع يعني السيسي وقع عقد مع شركة اسمها بومبردي العالمية في مشروع القطار المونرويل ده واهمية المشروع بالنسبة للعاصمة الجديدة يعني فهو مبروك عليكم هيبع عندكم قطار في العاصمة الادارية الجديدة وده يدفع من فلوسكم يعني حاجة جميلة جدا حقيقة في مدينة 6 اكتوبر والعقد تضمن الامداد بقطع الغيار تكلفة المشروع ده كان زمان نتكلم عنه خلاص يعني هو خلاص يعني الرجل هيعمل قطر كهربائي كله بالكهرباء كان تكلفته زمان كنا جبناها مرة تكلفة القطر ده اهو 3 مليار يورو كان فيه شركة بريطانية تشارك فيه انشاء وصيانة خط المونرويل ده بالعاصمة الادارية بتلاتة مليار يورو معلش يا علي معلش مش قادر مش قادري علي مش قادر سوري علي لازم اسمعك الرقم لقيت الرقم بمناسبة التلاتة مليار يورو دول اللي راحوا على قطر مكهرب لقيت الرقم المستشرة بتاعة بورصة اللي جبناها لكو دي اللي اتفتحت النهاردة على مساحة 745 الف متر تحتوي على 1355 سرير فيها 49 غرفة عمليات تسعة واربعين تسعة واربعين غرفة عمليات تستطيع استقبال اكتر من الفين ومئة شخص لقسم الطوارئ خلال يوم واحد طوارئ تستقبل الفين ومئة شخص في يوم واحد تحتوي على موقف سيارات يتسع لتلاتتلاف متين واحد واربعين سيارة في الوقت ده مستش حكومي في الوقت اللي بيتعامل في بورصة فيه مستش حكومي بالرقم 49 غرفة عمليات حضرته راح يجيب قطر بتلاتة مليار يورو خايب الرجا بلحة النيتن راح يجيب قطر مكعرب يخدم العصران اليدرية بتلاتة مليار يورو تلاتة مليار يورو اللي بعده الف موروك التموين هيتزبط من هنا ورايح لانه الجيش الهيئة الهندسية او يعني الادارة الهندسية استحوزت على تطوير مكاتب التموين كلها اهو الخبر بيقول الحقيقة انه البيزنس الجيش الادارة الهندسية تستحوز على تطوير مكاتب التموين لا عزاء للمقاولين والشركات الخاصة وهو فيه 535 مكتب الناس هتشتغل بقى في كل مكاتب التموين على مستوى الدولة وبالتالي الهيئة الهندسية طبعا ما عندهاش الكفاءة دي من العمل ومن المعدات فهتسلم لمقاولين من تحت من الباطن ولا عزاء لشركات المقاولات اه في السعودية توفى الى رحمة الله الداعية السعودي صالح الدميري في احد سجون محمد بن سلمان الخبر بيقول كده توفى او وفاة الداعية صالح او صالح الدميري داخل سجن او احد سجون محمد بن سلمان والملك سلمان وقال حساب معتقل الرأي المعني بحقوق الموقفين في السعودية تأكد لنا وفاة الشيخ صالح عبدالعزيز الدميري في سجن طرفية بمنطقة القسيم واشار الحساب الى ان الشيخ الدميري توفى جراء الاهمال الطبي حيث انه مريض بالقلب وكان في العزل الانفرادي مضيفا انه جرى تسليم جثمان الداعية لعائلته فيما جرت صلاة الجنازة بعد ظهر السبت بسكاكة تابعة لمحافظة الجوف وكان الشيخ اعتقل سابقا اكتر من مرة على خلفية مناصرته الدائمة لمعتقل الرأي في نفس ده وعلى نفس الارض السعودية في الوقت اللي بيموت فيه الشيخ صالح ده من الاهمال الطبي المطبع السعودي اللي راح الكيان الصيوني بيرمح وعايش حياته في السعودية في الرياض في اي حتة زي الملوك المطبع السعودي بلا عقاب في بلاده بطلب من دولة الاحتلال مكتب رئيس الوزراء نتنياهو كلم مكتب السلمان وقالوا له ما تجيش عند محمد سعود اللي زار دولة الاحتلال مؤخرا وبتقول ذكرت صحف عبرية ان حكومة نتنياهو بعتت برسالة للديوان الملك السعودي بخصوص محمد سعود تلبطوا فيها بعدم اتخاذ اي اجراءات عقابية ضد المدون السعودي بسبب هذه الزيارة في الوقت اللي بيموت فيه علماء او محترمين كلهم داخل سجون محمد بن سلمان الخوانة عايشين عادي وبيرفعوا رصهم اللي بعده جاي لك بمديدي عشان تقومي يا اللي انت اسمك بين وريدي ومن ضمومي بحلم قفتة الحقيقة في السودان تم التوقيع على الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى وده خبر جيد جدا من السودان وبعد ما سقط شهداء من أطفال السودان في كام يوم حوالي 9 أشخاص أطفال يعني في مزارة المدارس قعدوا المدنيين مع العسكر ووقعوا بالأحرف الأولى أما عنديش مشكلة بالعكس أنا سعيد جدا للسودان لكن عندي ملحوظتين أي حاجة تباركها الإمارات أو السعودية أنا بقلق منها والسعودية والإمارات بيباركوا الموضوع ده أي حاجة أي حاجة هيمدي إيده النظام السعودي فيها أو الإماراتي أنا بقلق منها لأنه أنجس نظامين على وجه الأرض هم النظام السعودي والنظام الإماراتي وطبعا توابعهم قفة ده عم فتح سيدة قفة نمروش أي معنى يعني الإمارات والسودان انبسطوا جدا بالتوقع ده والسعودية أنا الآن من دي هي الريحة كريمة ريحة نظلة نشوف الفيديو جراف ده أو الفيديو لتوقيع الاتفاق بالأحرف الأولى ونطلع فاصل قصير واستقبل الأستاذ هنأخذ المنشطة الأول يوقع عن المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري وعن قوى إعلان الحرية والتقيير الأستاذ أحمد ربيع اشتركوا في القناة